الحكمة في خلق النجوم نعم الحكمة كما قال قتاده خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للسياطين وعلامات يهتدى بها فهذا فيه بيان الحكمة من خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الرد على من زعم غير ذلك من تأول فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ففي هذا رد على من يتعاطى علم النجوم ويزعم أن ذلك جائز نعم الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل بعض السلف جازه لما فيه من المصالح لأنه يتوافق مع الحكمة التي من أجلها خلق الله لهذه النجوم تعلم المنازل منازل القمر منازل القمر التي ينزل في كل ليلة ينزل في منزلة حتى يكمل الشهر 24 منزلة شامية و24 منزلة يمانية المجموع 28 ويستسر في ليلة أو ليلتين يكمل الشهر بذلك كل ليلة ينزل في منزلة وهي هذه النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السماء نعم ترجمة نانسي قنقر